توجهت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في المنتدى الأقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب أسيا والمنعقد خلال الفترة من التاسع إلى حدد عشر من سبتمبر 2024 برياضة وتشارك وزيرة البيئة في الجلسة الخاصة برؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام القادمة حيث تستعرض وزيرة البيئة خلال الجلسة التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والطرق التي تتبعها لتحصينها ودور المجتمع المدني ودور المشروعات البيئية في تحقيق التنمية المستدامة